لا تكاد سلسلة الفساد الحكومي المتفشي في العراق أن تدع مجالا إلا وأقحمته في حلقاتها وأبرزها اليوم المناطق المدمرة عندما تكون الحرب أو ويلاتها هدفا للاستثمار والتجارة لمن يغذون نارها مركز كارنيجي للشرق الأوسط يقول إن عقود إعادة الإعمار فازت بها شركات وهمية تعود لسياسيين بارزين وأحزابهم وبكل بساطة أعادت هذه الشركات بيع العقود مقابل عمولات بملايين الدولارات لصالح شركات أخرى يتحدث المركز عن فشل في تحقيق عملية إعادة إعمار عادلة ومتساوية من حيث التخصيصات والموارد والمناطق المغطاة ما أدى إلى نزع الشرعية عن العملية بأكملها ولخص المشكلة بأنها تكمن في حالة الفساد الذي يشل كل القرارات ويتسبب بالتأخير وهدر المال إهمال الحكومة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب يعود بحسب التقرير إلى أن الحكومة هي رهينة لدى الأحزاب السياسية المتنافسة المهيمنة عليها فهي لم تقدم أي رؤية استراتيجية تنموية طويلة الأجل أو حتى خطة إعادة إعمار آنية على الرغم من وعود مؤتمر المانحين في الكويت العام الماضي الفساد المستشري في مؤسسات الدولة عمل بحسب مركز كارنيجي على عدم تشجيع الدول المانحة على تقديم أموال ما دفعها لتقديم التمويلات مباشرة إلى الأمم المتحدة المتمثلة ببرنامجها الذي يواجه هو الآخر عدة معضلات من بينها ضعف التنسيق العام بين الأطراف المشتركة في إعادة الإعمار وكذلك طول فترة الإجراءات البيرقراطية وضعف الرقابة من ناحية أخرى يكشف المركز عن أجندة بعض الدول المانحة كالتركيز على مشاريع تخص أقليات أو مناطق معينة ما يزيد من معاناة المناطق الكبرى التي تعرضت لدمار الحرب لا تقل معاناة أولئك المكلومين أيام الحرب عما بعدها فإما موت سريع تحت القصف أو موت بطيء بالإهمال وسياسة النسيان وهو حال من أحوال المواطن العراقي في أرض الرافدين منذ الاحتلال الأمريكي